هذا وقد أدى المصلون صلاة عيد الفطر المبارك في مكة المكرمة وقد شهد المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة كثافة في عدد المصلين من المواطنين والمقيمين والمعتمرين والزوار الذين توافدوا إليهما قصة نجاح موسم جديد كتبت فصوله المملكة العربية السعودية في خدمة بيت الله الحرام وأمن زائره حيث أكد تقرير لوزارة الحج والعمر في السعودية أن العام الحالي شهد رقما قياسيا جديدا في أعداد المعتمرين مقارنة بالسنوات الماضية التقرير الإحصائي كشف أن أعداد تأشيرات المعتمرين للعام الحالي بلغت حوالي 6.750.000 تأشيرة مقارنة بنحو 6.300.000 تأشيرة في العام الماضي وقال وزير الحج والعمر محمد بنتن إن النمو في أعداد المعتمرين والزوار يأتي وفق أهداف ورؤية المملكة 2030 ومواكبا للإستراتيجية المتكاملة لتطوير منظومتي الحج والعمر وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين لتأدية مناسكهم هذا وأعلنت إدارة هيئة المسجد الحرام نجاح خطتها خصوصا للعشر الأواخر من رمضان في تهيئة المصليات وفتح الممرات الرئيسية والفرعية ما أسهم في السيابية عبور المعتمرين بكل يسر وسهولة كما أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي نجاح خطة شهر رمضان المبارك بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة ترجمة نانسي قنقر